بالله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أصفتنا اليوم فسيخ زي ما طلبته بس ما هو الفسيخ السوداني يعني الفسيخ السوداني حقنا الأصلي بس أنا عاملة فسيخ بالتونة أو ممكن تعمله بالسردين الأقوى أهم شي في الفسيخ التقليدي ده يعني التقليدي هو ما الفسيخ الأصلي إنه نحن نجيب نوع تونة يكون قوي أو سردين عشان طعم الفسيخ يطلع علينا أنا التونة جيبته وما كان قوي خالص فعشان كده بتمنى إنكم تجيبوا التونة والسردين يكون نوع ريحته يكون قوي يعني حنحتاج لبصل والبصل طبعا حنقطع صغار ما حنقطع شرائح لازم يكون مربعات صغيرة صغيرة وتوم البهارات فلفل أسود كزبرة ملح فقط البهارات خالص ما بنستخدم بهارات كتيرة اللي هو الفول السوداني والصلصة أول حاجة حنعمله إنه نحن نكون مجهزين زيت حر أو حامي شديد حننزل عليه بالبصل حنفضل نقلي بالبصل لازم البصل ياخد له لون ذهبي تشويحة يعني حنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد التشويحة لونه يبقى ذهبي بعد ذا حنزل عليه بشوية من التوم شوية من التوم التوم بيستخدمه في مرحلتين في المرحلة دي وآخر مرحلة برضو بيستخدم شوية من التوم حنفضل نقلب أو ممكن تكفريه عشان يدبل ويبقى أحمر يعني إذا قفلته يدبل بيبقى لين ويبقى أحمر بعد مسافة بسيطة حتلقي إنه أخد اللون الذهب المطلوب بعد ذا أهم حركة أهم شيء إنه نحن ننزل عليه بالصلصة الصلصة لأنه بيخليه يعني مهم جدا إنه نحن نسبكه بالصلصة أول بعدين ننزل عليه وباقي الحاجات لما نيصل المرحلة دي تحسي إنه كنت خلاص عاوزة تأكله لأنه الحركة دي حلوة شديدة التسبيكة بتاعت البصل والصلصة والتوم بعد ذا حنجيب التونة أو السردين حنفضل نقلب فيه أو نكسره بالسردين ما نخلطه نكسره فيه نازل بيخلطه لكن الخلط بيشيل طعم التونة خالص بيشيل طعمه تماما حتى البصل لازم يكون يعني ما أخذ يعني ما نخلط البصل عشان ما طعمه ما يروح أو ناخد المزازة بتاعت البصل ونحن بنأكل في التونة حبتين من الشط الخضراء زي أنتو بتحبوه سبايسي هننزل عليه بشوية من الموية عشان يفك لنا الفول السوداني والتونة بعد ذا حنخليوه يتسبك هنكفلو عشان يتسبك مسافة أقل من 10 دقايي خلاص بعد ذا حنزل عليه بآخر حاجة زي ما وريتكم التوم وكما حبه بس من الفلفل الحار وخلاص ما بيأخذ من الزمن الكتير وما بيأخذ مكونات كتيرة إذا أنت نفسك في فسيخ أو نفسك في فسيخ وانت في غربة بتقدر تزبطيه بالتونة وتتصبر بيهو يعني حلو شديد طعمه بتمنى تجربوا الوصفة دي لأنها سهلة وسريعة وكمان طعمه بيكون حلو شديد ولازم طبعا الفسيخ بيحكون محتاجين ليمون وبصل وشطة أنا جاهزت شطة خضرة وكمان معاو شوية بصل الليمون برضو شوية عشان يديه يعني يكون فيه حادق وبعدين إذا خليته الباقي في التلاجي بيكون يعني بديه زمن إنه يكون قاعد ما يحصل له شي يعني ما يخرب طلع حلو شديد طعمه كان ظريف والقوام كان يعني كويس ومسبك تمام وآخر شي جاهزت شطة خضرة اللي هو قم شوية من الشطة ومعاو شوية من الفول السوداني وليمون وملح حبتين توم وعلى المفرمة خلاص إن شاء الله الوصفة تعجبكم وما أكون طولت عليكم إذا أنت لسا ما اشتركت في القناة أدعميني بالاشتراك واللايك وما أكون طولت عليكم وما السلام وما السلام شكرا